السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتكلمنا عن اليوني كلاس قبل كده وهنتكلم عنه بالتفصيل وهنشوف الأكواد النهاردة هنفهم فكرة اليوني كلاس اليوني كلاس عبارة عن ترتيب للعناصر ويبقى فيه نظام ويبقى فيه مثلا اختصارات هنشوفها زي نطبقها عملي يعني مش نتكلم بس نظري لا هنتكلم عملي دلوقتي انت ممكن تحمل ملف دوت انا هقول له ده ونلود قول انا اكيد محمله قبل كده بس عشان ايه يبقى كل حاجة قدامك تمام ده الملف هوت ده بيبدأ بالنظام دوت ان الكود مثلا يسي زيلو خمسة ده هيبقى عبارة عن بروجيكت مانجين من تاكتفات فانا لو انا عمدي مشروع كبير ووتاية هو هو فممكن من خلال الرقم ده قادر اوصل للبروجيكت مانجين من تاكتفات عايز حاجة لايتنج مثلا هتلاقي الرقم بتاعها مثلا كزا اا الاسي تعرف ووبل تعود لان الرقم بتبقى سابتة خلاص بتبقى انت مجرد شفت الرقم ده بتقفاهم الرقم ده مقصود به ده معماري ده انشي ده قاهر مكاني كلوها كزا تمام؟ فعلى سبيل المثال طبعا كل واحدة من دول هاية ده مثلا حاجات خاصة بالسيستيم حاجات خاصة بالكاد بالرولز بالاتفاقيات ده على سبيل المثال لما تلاقي AC تبقى ده Activate لما تلاقي AC05 ده Project Management Activate لما تلاقي مثلا ان الرقم ده يبقى ده استراتيجي ممكن تفلتر تقول له ده انا عايز بس الحاجة اللي هي بتاعت الرولز ده انا عايز الحاجة اللي هي بتاعت الكاد وهكسر عايزين نبدأ نطبق ده مثلا في برنامج زي برنامج الرفت شمعنا الرفت عشان انت عايزين كده لو عادت شرحت البرنامج الثاني هتبقى تقوله ايه البرنامج اللي انت عملت الكلام عليه طيب خلينا نشوف ده اول حاجة بتاستطابها الادا دي بيم انتربالي تولس هقول له هنا ان انا عايز اعمل Classification Manager Setup Setup هعمل ايه ان كل واحدة فيهم هيبدأ يدفلها الخاصات بتاعتها يعني خلينا نبص الاول Edit Type ننزل مفيش حاجة خاصة بالكاسفكيشن هنا فيه Omni Class Number ده بش هو ده اللي احنا نتكلم فيه تمام طيب خلينا نيجي هنا اهوت وقلت له Setup اهو وبيقول لي اختار المنفل اللي انت عايز تستطابه او ممكن Public Library فيه حاجات جاهزة فيه Uni Class و Omni Class Database و Uni Format وفيه ASTM وفيه FICM فيه كل حاجات دي كل حاجات دي كل واحدة فيهم لها تركيم معين يعني فيه حاجات فيها امريكي وفيه حاجات فيها بريطاني لو انت عندك حاجة خاصة بيك انت بالشركة بتبدأ تختارها وتبدأ تقول له ايه افتحها لك خليني احنا قلنا هنشرح Uni Class او Omni Class بشفر كتير يعني انت فهمت واحدة خلاص التانية مفهومة طيب انا اخترت واحدة فيهم فبيبدأ يجيبلي المعلومات الخاصة بيها فبقول له نلاحظ ان هو عمل الحاجات كده لمدة 90 طيب تعالي نختار Family ديت هقوله ديت طيب وننزل هنلاقي ان هو ضف لي حاجات خاصة بCasification Uni Class كانت موجودة قبل كده ممكن انتش موجودة قبل كده وده لسحر ولا شعوز تمام دي الحاجات ديت طيب انا عايز ابدأ احط الحاجات ديت مجرد ان انت عمل select على العنصر وتقدر تختارها او خليني نعملها بشكل اخر هقول له هنا assign يعني assign هيبدأ بقى يشوف الجدول ويقول لي دي اختارها اني موجودة في الجدول هيبدأ ينالي المعلومات تمام تقدر تقول له reload database لو انت عايز تشوف ال database اكتر ممكن تيجي تختار من هنا حاجة معينة يعني مثلا تبدأ تشوف مثلا ده دي hitting and cooling هتبدأ تختار هنا مثلا دي hitting ولا cooling ده cooling تمام ديت احي يبقى تاخد الرقم ده هتقول له assign تمام طيب ده ده unicross table وده end نعمل select وندخل هنا في ال beam interval واقول له هنا assign من ايوة اهي ايوة اهي زهر عندي number وزهر عندي description اهوة فكده على طول لما تجي تشوف select لما تجي تصدر المعلومات لما تجي تاخد تشوف المعلومات بتاعت الملفات هتلاقي الunicross موجود و description بتاعه موجود كل ده من جرد ان انت عملت select assign واخترت الحاجة من الجدول اللي هنا